من الأخبار اللي اتفرح لما نعرف أن في أكتر من 6.5 مليون مشاهدة موجودة لمصرح المواجهة والتجوال في قرى ونجوع مصر نسبة كبيرة منها موجودة في قرى حياة كريمة في محاولة للوصول بالمنتج الثقافي للمحرومين منه عن آخر اللي حققه مشروع مسرح المواجهة والتجوال معانا المخرج محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مسرح المواجهة والتجوال صباح الخير عليك أهلا وسهلا بك يا محمد على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال باللوصول محمد لكنه مهم جدا فكرة وصول الثقافة لكل ربوع مصر لكل المحرومين ونسب المشاهدة دي ما نحن بنقيس المجهود بتاعنا بنسب المشاهدة ده شغلنا على سوشيال ميديا دلوقتي فنقيسها بالمشاهدة لما توصل لهذا الرقم أعتقد أنه رقم كبير جدا 6.5 مليون مشاهدة أنا أعني أقول لك على حاجة كمان يا محمد فكرة العدالة اللي أنت قلت عليها توزيع العدالة الثقافية أنه يبقى موجود في مختلف الأماكن عندك دلوقتي المهرجان اللي موجود في دندرة في نفس الوقت بيقام مهرجان للقراءة في محافظة قنة برضو حيتم افتتاحه برضو في نفس الوقت مع المهرجان يعني إحنا بنتكلم في أن الثقافة بتصل أو هو ده الهدف في البرحلة دي أن الثقافة توصل لكل الأماكن ما تبقاش مقصورة على أنك علشان عايز تجيب كتب أو أنك عايز تحضر معرض للكتاب لازم تبقى موجود في أرض المعارض أبدا إطلاقا أرض المعارض شخصيا بقت موجودة في المحافظات المختلفة جميل في الموضوع كمان أنه مصرح متنقل ومتجول يعني إحنا بنروح للناس في المكان اللي هم موجودين فيه وعندنا قاعدة بيانات منين؟ من حياة كريمة لأنه فيه تنسيق مع حياة كريمة فشيء غاية في الأهمية الحقيقة